موسيقى قدرت الجهة المتمثلة لمواردي تقنيات البث والإعلام حول العالم المتمثلة بالاتحاد العالمي لمراقبي البث قيمة قطاع البث الإعلامي العالمي بنحو 25 مليار دولار تستحوذ منطقة الشرق الأوسط منها على نحو ملياري دولار بحلول العام 2015 وفي الوقت الذي حققت فيه إرادات هذه الصناعة في منطقة الشرق الأوسط عشرة مليارات ومئة مليون دولار خلال العام 2010 فإن التوقعات تشير إلى ارتفاع الإرادات إلى 17 مليار ومئتي مليون دولار بحلول العام 2020 ما يجعل من هذه المنطقة أحد أهم الأسواق العالمية لهذا القطاع نظرا للتوسع الإعلامي الكبير الذي تشهده إلى جانب فرص النمو المتاحة استثمار كل سنة بزيد طبعا نحن بالنسبة لدينا خمس سنين اللي فاتت تقريبا 15% كل سنة بزيد الشغل عندنا عن اللي فاتت معناها فيه اهتمام طبعا السنة كان فيه شوية الربيع العربي أثر شوية على الشغل ولكن عموما فيه تقريبا 15% خلال السنوات اللي فاتت ومتوقعين أكثر السنة اللي جاي النمو الهائل الذي تشهده صناعة الإعلام الرقمي والبث والأقمار الصناعية دفع المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى توجيه بوصلة الاستثمار نحو منطقة الشرق الأوسط لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي وعلى الرغم من أن صناعة البث الإذاعي والتلفزيوني عبر الأقمار الصناعية والإعلام الرقمي من الصناعات الأعلى ربحية عالميا إلا أنها كغيرها من الصناعات تواجه تحديات تكلفها خسائر بعشرات وربما بمئات الملايين من الدولارات القرصنة حول العالم قوية جدا وقد ازداد نشاطها مع التطور التكنولوجي ومع النمو الذي يشهده قطاع الإعلام الرقمي وهي تتسبب بخسارة بمئات وربما بمليارات الدولارات معرض كابسات الذي انطلق في دبي صلت الضوء على هذه الصناعة عبر مشاركة أكثر من 750 شركة تكنولوجية من 55 دولة تحرص على نيل حصة من بين 430 مليون مستهلك من سكان منطقة الشرق الأوسط من المتوقع أن يصل عددهم إلى 700 مليون مستهلك بحلول العام 2050 فضلا عن أن دول المنطقة تشهد اتساعا في حجم شريحة صغار السن إبراهيم الأمير الرؤية الاقتصادية دبي